الكرة الطائرة كان فيه أزمة أسيرة وأوراقها حاليا قدام النيابة الخاصة بسرقة عقود اتنين من لعبت النادي الآلي طبعا والأمر معروض على النيابة ما لناش نحن نتكلم في تفاصيل لكن ما يخص النادي الآلي أنه الاثنين اللعيبة الكابتن أحمد سعيد ومحمد عادل الاثنين كتبوا على حساباتهم الشخصية وأيضا طلعوا مبارح في القناة مع الكابتن إسلام الشاطر وأبدأ استعدادهم الكامل لتوقيع عقود جديدة مع النادي الآلي وقال لك اللي ربطنا بالنادي الآلي دي علاقة ملهاش أي تأثير لورا أو لغيره إذا ثبت أن العقود ضاعت وقد أعلن الاتحاد المصري أنها ضاعت بالفعل والشرطة ألقت القبضة على أحد المتهمين والتحاد الطائرة قال في التصريح له أنه هيعمل مؤتمر يعلن عن الموقف أنا بس عجزة السؤال أستاذ ورين في إجراءات القيد في أي اتحاد أنا بسلمك العقود أنت بتسلمها بشكل رسمي أو اللي بترمه لهم على الباب كده وتمشي رسمي طبعا رسمي أه طبعا وأعتقد أنك بتدفع رسوم طبعا وأعتقد أن هذا قد حدث أي فما هي الرسالة وإلا إذا كان اللي سرق اطلقبط قالوا له عايزين اتنين عقود لعيبات فجاب لهم اتنين عقود لعيبة يعني أنا عايز أقول لك أصلي فيه في المبدأ المستفيد والجاني طبعا يعني اعطيني المستفيد وأعطيك الجاني مش هنتكلم في تفاصيل خلاص الموضوع قيد التحقيق في النيابة وأعتقد أنه هيصفر عن كثير من المعلومات لكن حتى لو تم مش هتكلم دلوقتي خلي الأمر قدام النيابة لما تنتهي من تحقيقاتي ترجمة نانسي قنقر